صراع بين الميليشيا الحوثية في صنعاء ومئات العناصر تساند الإرهابي أبو نشطان الميليشيا الحوثية تختطف ثمانية من قرية الصرف بصنعاء في حملة مدهمات جديدة سائقوا شاحنات في عدن يواصلون الإضراب احتجاجا على اختطاف عدد من زملائهم أهلا بكم والبداية من صنعاء وفي إطار صراعات الأجنحة المتناحرة في الميليشيا الحوثية التي كان آخرها المواجهات المتواصلة في أرحب أفادت مصادر مطلعة بدفع الميليشيا الحوثية تعزيزات كبيرة لدعم الإرهابي أبو نشطان الذي يخوض مواجهات مع القيادية الحوثي فارس الحباري والتي خلفت نحو ثلاثة قتلى وسبعة جرحة أو سبعة جرحة من الطرفين ووفقا للمصادر فإن الميليشيا دفعت بأكثر من أربعمائة من عناصرها من صعدة وعمران لمساندة الإرهابي أبو نشطان حيث تلقى الأخير توجيهات من مكتب زعيم الميليشيا الإرهابية عبد الحوثي بإحضار فارس الحباري مكبلا إلى صنعاء وقبل أمس قتلى وأصيب أكثر من عشرة من مسلحي الميليشيا الحوثية في مواجهات داخلية عنيفة في قرية بيت مران بأرحب بين القيادية الحوثية الشيخ فارس الحباري والقيادية النافذ في الجماعة نبيه أبو نشطان ضمن صراع نفوذ قديم في المديرية بين الطرفين تغديه قيادات عليا في الجماعة التي تنحاز لأبو نشطان الأكثر ولاء للميليشيا على حساب الشيخ القبلي الحباري إلى ذلك جددت الميليشيا الحوثية الإرهابية حملتها على أهالي قرى صرف ببني حشيش شرقية صنعاء حيث داهمت عددا من المنازل واختطفت ثمانية من الأهالي وأوضح سكان المحليون أن الميليشيا اقتحمت منزل المواطن جميل الغشيش واختطفته مع اثنين من أبنائه واثنين آخرين من أبناء أشقائه وهم فواز عبدو ووسام كمان واقتادتهم إلى جهة مجهولة وأشارت المصادر إلى أن الميليشيا اختطفت أيضا اثنين أشقاء من أولاد المواطن عبدالله عايد وثالث يدعى مقيت عادل عايد من مزرعتهم واقتادتهم أيضا إلى جهة غير معروفة ومنذ الحادي عشر من أكتوبر الجاري تفرض الميليشيا الحوثية حصارا خانقا من كل الاتجاهات على قرية الصرف واقتحمت عددا من المنازل وقامت بنهبها كما قامت باختطاف العشرات من الأهالي بينهم أطفال في إطار مساعيها لإخضاع السكان وانتزاع آلاف المساحات العقارية وفرض رسوم الخمس على أنشطتهم الاقتصادية المعتمدة على الزراعة والكسارات أفادت مصادر الطبية باستشهاد امرأة جراء انفجار لغم من مخلفات الميليشيا الحوثية الإرهابية في مأرب وقالت المصادر لقناة يامل شباب إن المرأة السشهدت بانفجار لغم حوثي في جبل مراد دون ذكر مزيد من التفاصيل وخلفت الألغام الأرضية التي زرعتها الميليشيا الحوثية آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال وسط اتهامات حكومية للميليشيا بزراعة أكثر من مليوني لغم في عدة محافظات وفي تعز حيث تواصل الميليشيا الحوثية الإرهابية اختطاف أحد رجال الأعمال شرقية المدينة منذ عدة أيام إثر اعتراضه على الإجراءات التي اتخذتها الميليشيا في حق شركة يمتلكها مع آخرين بينهم أجانب ووفقا لمصدر محلي فإن الميليشيا تواصل اختطاف رجل الأعمال محمد سلطان في سجن مدينة الصالح شرقية تعز إثر اعتراضه على نهب الميليشيا الحوثية وثائق وممتلكات شركة بلقيص للدواجن وحجز ممتلكاتها تمهيدا للإستحواذ عليها وفي الأسبوع الماضي أقدمت الميليشيا الحوثية على نهب وسرقة وثائق وبصائر خاصة بشركة بلقيص للتنمية الصناعية في منطقة الحوبان الواقعة الشرقية المدينة بمزاعم أن الرئيس السابق علي صالح شريك فيها أفادت مصادر تربوية بإيقاف الميليشيا الحوثية مديرة مدرسة في إب على خلفية تنظيمها فعالية احتفائية بالأعياد الوطنية بعد أسبوع من إحالة أخرى للتحقيق لذات الأسباب ووفقا للمصادر فإن الميليشيا أوقفت مديرة مجمع محمد حميد دارس بمدرية الظاهر وهي الأستاذة فاطمة حاتم على خلفية نشاط أقامته إدارة وطالبات المجمع التربوي بذكرى ثورتين سبتمبر وأكتوبر لافتة إلى أن إحالتها من قبل الميليشيا للتحقيق عقب توقيفها كما هددت المعلمات المشرفات على الحفل بإجراءات عقابية من قبل الميليشيا يشار إلى أن الحادثة تأتي بعد أيام من إحالة مديرة مجمع السعيد التربوي في الظاهر فائزة البعداني للتحقيق وإيقافها عن ممارسة مهامها في إدارة المجمع لذات الأسباب دعا مجلس الأمن الدولي الميليشيا الحوثية الإرهابية للتوقف عن الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية واحترام القانون الدولي الإنساني وندد أعضاء المجلس في بان صادر عنهم بالهجمات الحوثية بالطيران المسير التي استهدفت ميناء الضب النفطي بمحافظة حضر موت الجمعة الماضية مؤكدين أن الهجوم الحوثي يعد تهديدا خطيرا للأمن البحري بما في ذلك الحقوق والحريات الملاحية المنصوصة عليها في القانون الدولي ودعا البيان الميليشيا الحوثية وقف مثل هذه الهجمات واحترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني وإعطاء الأولوية للشعب اليمني والانخراط بشكل بناء في الجهود لتجديد الهدنة تتصاعد الأصوات الرافضة للسياسة العالم المنحازة للميليشيا الحوثية التي تتغاضى عن إرهاب أذرع طهران في المنطقة وتهديدها للموانئ النفطية اليمنية والملاحة الدولية يواصل مجلس التعاون لدول الخليج العربية السياساته التي تزيد من إضعاف اليمن وشعبه وقياداته الشرعية في مواجهة ميليشيا الحوثية ذراع النظام الإيراني الإرهابي وأبرز أدواته لاحتلال الجمهورية اليمنية واحتلال دول الخليج نفسها ومن بوابة اليمن كما قال رئيس مجلس النواب سلطان البركاني مؤخرا في أول نقد علني صريح للسياسات الخليجية سياسات متناقضة تجاه اليمن تتجلى في استمرار حالة العداء الباطنية وحساسيتها إذا أوجود أي دولة ذات نظام جمهوري وتعتمد النهج الديمقراطي كنظام للحكم الدولة التي تركت وحيدة في مواجهة إيران بكل عدوانها وصواريخها ومسيراتها وألغامها المهربة إلى مرتزقتهم الحوثيين لكن الاختلاف الجوهري في شكل أنظمة الحكم لا يبرز طبيعة الصراعات الخليجية التي انعكست سلبا على اليمن وتمزيقه والمضي نحو دعم ما يسمى بمسار السلام الوهمي فيما تجني من الشرحوثي الإرهابية والنظام الإيراني تمار التراخ الخليجي ودور هذه الدول في إثارة الخلافات في أوساط المكونات المناهضة لحوثة إيران وأجنداتها المتضاربة إضافة إلى عدم القيام بدور جاد يتيح لليمن استثمار موارده وتقوية جيشه والتحرك عسكريا لتعزيز مركزه في المعركة وبما يضع حدا لمسرحية السلام المزعوم ويوقف مسلسل التنازلات تنازلات جرت وتجري بضغط دولي وخليجي وهي أكبر مصدر سهل استيلاء حوثة إيران على 90% من شمال اليمن والهرولة في الوقت الراهن نحو شرعانة جماعة انقلابية عنصرية تريد تمليك اليمن للحوثي وأسرته وإعادته للحكم العائلي الإمامي وهو أمر قد يتوافق مع طبيعة الأنظمة الخليجية لكنه يمثل تهديدا وجوديا للشعب اليمنى ويفرض استعباده لميليشيا من الإرهابيين السلاليين التابعين للنظام الإيراني هذا المأزق الذي واجهه اليمنيون ما كان له أن يحدث لو لم يكن دور الخليج سلبيا وانهزاميا وإسناده العسكري للشرعية محدودا ومحددا بأجندات خبيثة ولئمة وإملاءات لا حصر لها لإبقاء اليمن في حالة ضعف وانقسام وتشرذم والحيلولة دون أي معارك جادة كفيلة بإسقاط حوثة إيران هذه السياسات الخليجية القاصرة لا تستشعر خطر إيران الذي يهدد بلدانهم الغنية بالنفط والنهر ولتهم لدعم أكذوبة السلام مع جماعة إرهابية عنصرية إنما هو مضيعة للوقت وذر للرماد في العيون أعلن اتلاف يمني عن مشروع ميثاق شرف لكافة المكونات اليمنية بهدف المصالحة الوطنية في ختام مؤتمره الذي عقده عبر الإنترنت قد أوصل اتلاف الوطني اليمني بعرض ميثاق الشرف على كافة المكونات اليمنية لعمل مصالحة وطنية للاتفاق على المبادئ والأهداف انطلاقا من أهداف الثورة اليمنية ونظامها الجمهوري والحفاظ على الوحدة اليمنية وسيادة البلاد والسقلال أراضيه وأشدد الميثاق على أن تكون المرجعية هي دستور الجمهورية اليمنية والقوانين والنظم المساندة والسائدة ومخرجات الحوار الوطني والإيمان بالديمقراطية والتعددية والتبادل السلمي للسلطة والحفاظ على كرامة المواطن والاهتمام بالنشأ والتصدي لكل الانتهاكات اليوم الثاني على التوالي يواصل عدد من سائقي المركبات في عدن الإضراب عن العمل بسبب اختطاف وسجن لعدد من زملائهم طبقا لمصادر محلية فإن عشرات العمال من سائقي مركبات النقل التي تحمل الحاويات أعدا من موانئ أعلنوا الإضراب عن العمل احتجاجا على اختطاف وسجن نحو 11 سائقا مشيرا إلى أن الانتقال كان قد اختطف في وقت سابق نحو 10 سائقين أرادوا انتخاب شخصا يمثلهم ووفقا للمصادر فإن السائقين مستمرون في الإضراب والاحتجاج حتى يستجاب لمطلبهم والإفراج عن زملائهم لأكثر من 14 مخي من يحوي آلاف النازحين دون سكان المنطقة يقدم مستشفى الوحدة بمنطقة الحصون في مدرية الوادي بمأرب خدماته الصحية بدعم من السلطات المحلية ومنظمة الهجرة إلا أن المشفى لا زال بحاجة إلى مزيد من الدع بسبب توافد النازحين الفارين من حرب ميليشيا الحوثي تحول هذا المركز من مركز صحي يقدم خدمات صحية متواضعة إلى مستشفى يستقبل مئات الجرحى يوميا وتجرى فيه بعض العمليات الجراحية ضيف الله نازح من محافظة دمار يتردد على المستشفى منذ ثلاث سنوات لتلقي العلاجة وأفراد أسرته الخدمات لا بس فيها التماء في حاجة يعني نقص حاجة بسيط لا في حاجة بسيطة اشترم الخالف ما يقارب من خمسين ألف نازح يستفيد من خدمات المستشفى الصحية بخلاف سكر المنطقة إذ يحيط به خمسة عشر مخيما للنازحين ويستقبل ما يقارب مئتي حالة مرضية بشكل يومي مع أنه يعاني من نقص في بعض الإمكانات والكوادر التخصصية ولا يملك موازنة شهرية ثابتة هناك معوقات يعني نريد أن نرفض المستشفى بكوادر وافتتاح أقسام أخرى وأجهزة تشغيصية لا يوجد إمكانيات في هذا القانب لا يوجد لدينا مثلا أخصائي عناية مركزة لا يوجد لدينا أخصائي باطنية بس في خطط ومتأبعة برضو نحن نسعى لتوفير هذا العجز قسم النساء في المستشفى يشهد إقبالا كثيفا يصعب على القائمين عليه استقبال جميع الحالات المرضية لضيق المساحة والأسرة مما يضطر بعض النساء الانتظار لساعات على الأرض استقبل حالة من كل الأنواع لأننا هنا في مكان نزوح يجي لنا من كل الأماكن يعني بيعتبر ريف هنا ومكان ريفي مكان الولادة حقنا يعني عده ما يجدوش مدوسة زيادة إذا في حالات كثيرة ما نقدرش ندخل هنا وصير زي ماذا لحن هذه الحالة عندها نزي فسقاط في معنا حالة هناك ما نقدرش ندخل هذا ما يخفين بعدها ندخل واحدة بعد واحدة خلال الثلاث سنوات الماضية شهد القطاع الصحي في مدينة مأرب تحولا نوعيا في بنيته التحتية واستجلاب كوادر متخصصين للمستشفيات التي تستقبل ملايين النازحين والمهجرين من حرب الحوثي وجرح الجيش والمقاومة لتلقي العلاج سعد القاعد يمن شباب مأرب رياضي نقدمت الميليشيا الحوثية الإرهابية على تحويل ملعب أحد الأندية في مدينة ياريم في إب إلى سوق لبيع الأغنام بعد رفعهم العلم الوطني في آخر مباراة وقيمت في النادي وذكرت مصادر محلية أن عددا من الأهالي حاولوا إقناع القيادية الحوثية منتحل صفة مدير مديرية ياريم محمد حمود الدرواني ومنتحل صفة مدير مكتب الشباب ورياضة بالمديرية محمد الدقاري بمنع العبث بملعب نادي يحصب ياريم الرياضي لكن هذه الدعوات لم تلاقي أي استجابة حتى الآن نهاية النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها صراع بين الميليشيا الحوثية في صنعاء ومئات العناصر تساند الإرهابي أبو نشطان ميليشيا الحوثية تختطف ثمانية من قرية صرف بصنعاء في حملة مداهمات جديدة وساقوا شاحنات في عدن يواصلون الإضراب احتجاجا على اختطاف عدد من زملائهم ختاما في أمان الله اشتركوا في القناة